حريرتو نصراكم يبدل انتم بتابعتكم المستمرة توا مدي ساعتين واثنين واربعين دقيقة على كافافيم نخلطو لساعتنا الثالثة والجزء الاخير منو اللي يفعب وكل عادة يرحبوا ديما نعطيوكم لزاستوس لسوليشون يسوغطون نفعوكم برشا برشا فلوس اليوم باش نحكيو علي الفوائد متاع قشور البركدين مش بركدين فوائد قشور البركدين اللي احنا توا انت يشوفيها كديشي هذي كب كونتيتي كبيرة برشا سعيدة جدا بحدي اليوم المهدسة في البيولوج يا ماري مهنيها مهلا سهلة اهلا بيك نرمين سافا شنا حويلك حمدو لله سافا الوين الجميلة هي لون الاصفر ولم نتطاقق ايه وحنا توا اليوم تقسم ساحب مستحق الالوين انا فما غيزان اخرى للبست الاصفر اللي احنا شناحكيو علي فوائد القشور متاع القوارس مرحبا بيك دوك اليوم بش نحكيو علي القوارس القوارس مانيش بش نحكيو علي البركدين ولا برج القارس بش نحكيو علي قشور سبيسيال موسع وما عندهم دي بيان في حاجة سحرية من وراء الخيل وهدي اللي مشتاكده لكم ضيفتنا اليوم ايه 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 دانك الزاغور ان جنرال دانك لالقوارس ان جنرال عندهم ياسر ما نفعل الجسم اى سوختول للجهاز المناعي ت้ويا في الشتى والكل ما اينا باش نحكي ان تلة في حاجة غرب جانبقzelf اما في القشور فما فوائد اكثر ببرشاي الي احنا شنقعد اصلاً نستغربوا مع انت من هالحكاية فالفويد من القشور و القوارس أول حاجة القشرة من البركدين و القارس فيها 10 أو 15 فوى أكثر من فيتامين C فيتامين C يسير به المناعة في القشرة في القشرة بركة حتى القشرة يعني فيها فيتامين C معنى هو فيتامين C فيهم القوارس فيهم فيتامين C فيهم البوتاسيوم المانيزيوم في الفلونويد والليمونين وهناك من أجل شخص ومن أجل شخص بالتعامل về المناعة مع الأمان وما يشيرون على المناعة في القشرة في القشرة في المناعة في القشرة يكون ضخفتاً 10 atau 15 فوى في قشرة فيه اليتامين أ فيه اليتامين أ فيه البيتالكوغوطي فيه الاسد فوليك اللي هو بيه برشا للمرأة الحامل فيه الكالسيو الصغار معنى تها المانيزيوم اللي هو انتسترس وانتا معنى تها pour les courbatures المسكولين المسكولين تهاب الهواء فيه الوصف فيه الوصف فيه الفلونويت والليمونين اللي هو ما دي زانتي اوكسيدان معتها اللي هي القشرة اللي تخيغيش ان انتي اوكسيدان اللي هو يعاون برشة اللي هما مضادات الاكسادة بالعربية مضادات الاكسادة اللي هما يفيدوا برشة الجهاز المناعي ويقون برشة كما كنت والدكتورة تحكي من امراض السرطة انجنغال معناتها ويقون بالكده بالكده وفاما حتى برشة بحوث اكدت الحكاية هذي. ولا هذي انجنغال شنوها? هذي القشرة معناتها فيها. مشنوها القشرة موجود فيها والله. زيدا تنجم زيدا سامحني تحمينا زيدا من امراض القلب والاوعية والشرايين الكوليستيرول يضبطو حتى عنده برشة منفع يضبط نسبة السكر في الدم والكوليستيرول. اه دونك بالحق القشرة راو ما ما عاد شطاي شوها. القشرة بشنا نقرم شوها. اي بش نقرم شوها. شنعطوكم بلزه راستو سليهو ما ينجمون. هذي بش نسألو لك سوين هذي دجا بحلي هذي هذي اشماع بالقوم تان برنادي تبعض نحكي في الاستعمالت هذو ما توسكي ديكوراشن بالقشورة بتاع البوركدين. ولكن خلي اقبل كل شي نفهم اينا. القشور هذو ما ما نسمع في بار شفاويد ودي بيان في معناها حاجة حاجة قيمة عندها قيمة كبيرة يسر. اه يقول قيل مريم لنا اللقشورة دوما شوش نعمل كيفش نعمل لهم هذو ببا دي. اللي نعرفو احنا ولي نعرفو كبراك بش تفوح به الكي كمتاك وقت لي بش تطلبو. اه بي فما بلوزيو غاستوش نعطوهم للمستمعين اليوم. اه ركز معايا برشا يا مادام اللي تسمع فيها تاوي كاكينك في الكوجينة حامل ورقة واستيل وتبعني. اه. دونك القشورة بتاع البوركدين. اه ناخذو البوركدينة وقال القارسة كان عندك نحكي عالقوارس انجينيغال. دونك نجم اه تخسلها بالكده بالكده. ماذي بيك تخسلها بالكده بالكده. وتبشرها بمبشرة معنا انت عادي. اه تحكها هكا بالكده بالكده. باش تخرج بغلسالات نجمو نعملو بهم بغلسالات اللي يعملو في اللي غيجيم تعاون برشا خاطرها فيها اللي تخيغيش ان فيتامين سي والفيتامين سي سي تان انت اوكسيدان. او مامتان راهو يحرق برشا دوهون. اي هي حرقة للدوهون راهو اللي الماتالي زي غروم اصلا نستعملوهم برشا في اللي غيجيمة. اي. اه. اه. دونك نستعملوها في اللي سالات في اي سلاطة تنجم تشد القشرة متاع البوركدين دونك كيما اي سلاطة معناتها وتستا تزيدها السلاطة متاعك تزيدها للسلاطة فخوي. ازيدها للجود فخوي زيدة تنجم. اه تنجم تحطها في اللي غاتو. كانك مشتعم معانتها عادي في اي غاتو. دونك كيفيش لسيوس متاحا ندخلوها اللي احنا نزيدوها في عوض السكر فاني. في عوض تحط حط سكر فاني وتزيد لكالوري. هاو كان نقصوا احا تيقوا بنين للغاتو متاعك. اه ومينك تتو بروفيت ما السيزان هذية اللي هو موجود برشة لقروم ويبدأ فيها الفي دم تاع الفيتامين سي والفاويد امتاحة اكثر. خاطر تبلى تبدأ اللي بلو فخي بلو فخيش. اه سينا اه ولا هذية بغل معتها للميكلة انجنيرال. اه حبيت زيدا نعطي استوس للمرأة توك اللي في الكوجينة تسمع فيها اه تقول لي القشرة كيفش النجم ونحافظوا عليها. ما في ساعة الثبيل وكل. النجم تحطها في حكا بلار عادي مع تحكا بلار. اه تنظفها بالجده بالجده وتحط فيها القشور. والا كي من هك. اي والا ونحطوا فيها نحطوا في الفرجي دي. وكانت حب تقعد زيدا تستنفع من القشور حتى للصيف. تحطهم في دي ساكا كونجلاسيان في الكونجلاتور يقعدوا حتى بالي اه ولا بال حتى سي موة. ما تتنجم تستعملهم حتى سي موة يعني حتى في الصيف تحمل انت تعمل المؤونة متاع كي ما قولوا في شتي للصيف. ولا وتقعد تستعملهم على طول العق. ولا حاج. ولا. اه دونك ولا اه سينا اه نجموا زيدا نستعملو القشرة متاع البوركدين في اللي زن في زن في زن القشرة متاع البوركدين يا مدام بعد ما نحنا ناكله كل انجن غال دي ريكت نطايشوها. القشرة هذيك نجم تخليها تشيحة في اللي غف خي معت عادي في اه في البركون في اي بلاسة معي. اي عندي سؤيل. اي اي. 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 اي اخطناع في برشة الناس يحطوها في فور كبشة تيبسو؟ هل هي قد نفس البيان فيك دخل على الفور؟ هو دجا معاً حتى نبعد تنحكي عليه معاً معاً أستوس في الفور نحط و القشور متع البركدين أما ماذا بيك تنجم تحط في الفور؟ تحق كيفيش تحطها؟ تحط على في اللي زن فيزيون ماذا بيك تستعملها في خي أما فاما دوتخ أستوس اللي احنا ماذا بينا نستعملها في الفور أما كم بيش تستعمل اللي تستعمل القشرة تجم تحطها في الفور ماذا؟ نحط معاها تغليه تغليه ونغطيوها نغطيوها جدا لازم تعمل الإنفوسيان متحة على مدة متعه... معاقل عاقل 5 مينوط ونزيدو معاها نجمو عود القرنفل تاويكا خاطر زيدا لعود القرنفل بهين بارشا نجمو زيدو القرفة القرفة يستعملوها بارشا زيدا بوري غيجيم زيدا انتي سباسموديك في لبيريود دمانسخواشن معنطها بارشا فاوائد وبهي بارشا تحرق بارشا دوهون نيت لزينفزيون اللي أباس دا غروم الكل يحرقوا الدوهون بالقداء بالقداء يعني يعاونونا بالقداء بالقداء ويزيدا يعاونونا على باش نعاونو جيهز المناعي بتاعنا دونك ان جنرال بلزير بزير فيها بالحق الانفزيون طيارة على خط ما تبخلوش لكم تجربوا لزينفزيون بتاع القشور البرقدين اللي كي ما كنتوا تسمعوا عندها فوقت تحرية على لبن وعلى صحتنا بخلاف الميت لامريم إسكو قشور البرقدين نجمو نستعملو في حاجة أخرى نعرف كمغرومة بالدكوراسيون كيف كيف؟ بالحق بالقشور البرقدين بالحق حاجة عجيبة أنا قاعدت بيتها بالحق الموضوع هذي بالحق شدني برشة خطر يسر يسر فيري معنى في برشة ما تكتشف أنا أصلا فما حاجات اكتشفتهم الحقيقة برشة حاجات اكتشفتهم في الدكوراسيون النجمون الأكثر المباركة في العساء نعملوا بهم ديكوراتيين نعملوا بهم الأتوالية توجه يأتي إلينا عام صغار مع أولادنا يعملوا بهم الأتوالية ديكوراتيين نجمون يعملوا بهم بني نابرش ديجال القوار سيأتيوها كأنساشين ديشار ولاكساسين ديانة نجمون حطوها نجمون إخطو برك دينا زيدا نقصوها على على زوس نستعملوها كيكو سوا في جو ألافي جالتو ويقعد ذاك اللب متيحا نحطو فيه نحطو فيها نويل فيجيتاء والقشرة هذه كالبيضا نستعملها كم مش ننحطوها نشعلوها مع تتولي كم بوجي نستعملوها كم بوجيه بخفومي نجمو زادة نبعدو بيها الحشرات وذبين زادة في الكوجينة منها تعطي ريحة بيها القشور ذا البرتقال نجمو نحطو فيها وقالا حتى قشور السيتخان راهو نحكي انجنيغال نحطو فيها العود متاع القرنفل نغرسوه فيها هكا ونعلقوهم يبعدو الذبين يبعدو الحشرات انجنيغال والسيتخان يبعدو النموس في الصيف هاو كان نجمو نحطو هكا نعطو ادي زاستوس حتى بغلي بيبي بغلي ماما اللي فيتور ماما اللي ميحبووش تيستعملو حاجات شيميك وإلا حاجة هكا أستوس اللي نحا نعلقو هكا دي مانتها اللي ماي هذيك متاع البراني هذيك القشرة متاع القارس بعدن الريحة متاحا قوية برشا متاحا قوف الله لا مش ل أكثر الحشرات يسنون لدي يا نعم إلي عندهم الداخل الداخل عري worldwide بكل قشور هذيك دجا تعطي منظرية سرمزيين. انفيت القطوس طلع مايحبش الريحة هذيك متاع القشرة. دونك ما عادش لايجي لايهلك لك البلانت متاعك. امال لعنتها قطوس في ديل بعد بركدين. اي دونك اللي مايحب هي شريحة. دونك اي بلاسة تحبوا يبعد عليها. سوختو لي بلانت دونك بش مايقرب لهمش وقاليه لكم دونك النجمو نخليوا القشور منها ديكوراسيون منها هكا. افكتف ما وتحميهم. هذو ما هما تقريبا مزيد. مو دو اليوم يرحضروا روحكم اي. اي. بالحق انا نتأكد من اللي يسمعوا فينا ما عاد حتى حد بشتيش القشور متاع البركدين. مشكي بركدينك هورا والقارس والمدالينة. اي والمدالينة. اي. المدالينة دجا فام أستوس بش نعطيها بوغلي اللي يسمعوا فينا الكل. اه بلانشيسمان دي دون. نيخذوا القشرة متاع المدالينة. وقبل اه افنشك بروساش. دونك نس نستعملوا القشرة هذيك. اما نستعمل القشرة الدخلانية اللي هي البيضة. نيخذوا القشرة هذيك جويدة ونحكوا بها اللي ميسنين القشرة اللي من بره متاع السناء. دونك هذي نحكوا بها السنين نجموا نعملوا اه دو اتخوا فوات بعد شهر الليتاش الليتاش معت الغامقين اللي في سنينة وسنينة يبيضوا يتنحاوا كاليتاش اللي مل قهوة ومتاي ودونك مل دخان زيدا يتنحاوا ونلاحظوا بالحق بلانشيسمان من غير ما نستعملوا حاجات هكا اغريسيف على الدم سينو بور الكوسميتيك زيدا نجمو نستعملوا القشرة دونك هذي آستوس أخرى رجعتلك لفور معناتها ناخذ القشرة بتعلموا كده هذي آستوس بوتي نحط القشرة في الفور نحطه في الفور على نحط القشرة في الفور مدة على أقل كما قولوا في الكاترون دجري. نحطوها ساعتين ثلاثة سوية. في الفور. كاتخفان دجري. وإلا اللي ما يحب شيء مدة طويلة فما أستوس أخرى. اللي هو نشايحها في الشمس. لا مش نشايحها. الشمس عليه أنا نقول لي مع انت سوختو اللي بيش نستعملوها حاجات كوسميتيك لبدننا ولا لوجهنا. خاطر يجيب البكتيري والهواء والتراب وكل فما نجمو كون نصير كونتاميناسيون. اي 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 اي. دونك ماذا بينا في الفور سي بلو سا للبدنة معناتها. دونك ماذا بينا نحطو في الفور. نسخنو الفور عالاخر هذي 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 سي بلو غابي. اللي ما يحبش برشا واقت ويقعد يستنى. دونك تسخن الفور عالاخر وبعد تخليها دخل بورك دين تخليها دو اتخوى منوت كهو. تخليها على على درجة عالية. وبعد تسكر وتخليها في وسط الفور. ما تحرقش. ما تحرقش. تشيح بالقداء. وفي ساعة تشيح. في ساعة تشيح. في ساعة المالي في القشرة هذي كي يتنحها. ونتحصلوا على القشرة هذي كشيحة اللي حاشتنا بيها. بعضي كان نرحيوها في ميكسر كان عنا معلتها. دونك تحصلوا على البودغ. البودغ هذي نجمو نستعملوها كم غماش. غماش بوغ لكوخ. دونك نزيدوها السكر. نزيدوها نزيدوها شوية سكر نزيدوها الويل فيجيتال. ماذا بيكم متاع جوز الهند خاترتا ويعاون برشا عالترتيب وليدغتة سيان. تعرف فشتي برشا لش بدان يشيح وكل شي. ونزيدوها نزيدوها شوية. دونك زيت قنا القشور متاع البرتقال زيت جوز الهند والسكر. مهم. وننخلطوها بالكداء. آآ ونخليوها زادة في الفرجيدير نجمو حتى في بو آآ بلار ما مع انت بشي قعد. حكا بلار بشتقعد مع القيمة متاحة. دونك جربوها وان شاء الله تلقوا بس بيعا. آآ غزوتها بيها. آآ جست فما حاجة بركة. دقيقة دقيقة. نجمو نستعملوها كم آآ نتويان للغوبيني للكميزين انجنغالي. القشور نستعملوهم اما كيفيه نحطوا القشور هذي الاسيوس نحطوا قشور البرتقال في وسط الخل لبيض مصد من مدة جمعتين ثلاثة جمعات. وبعد نحطوها في بخاخ مائي ونرشو بيها لسخفاص اللي عنا فالدار الكل. كالكسوالي غوب انتيك الكيخ نحي الكيخ. زيدة المريا تنظفها ومعطر مع معقم ومنظف ومعطر لكل شيء. معنى الحق اليوم اللي سمعني نرم الماء القشرة متاع البوركدين معاتشي طيشها. خاطر بالحق الي معطد نجمو نستعملوه في برشة حاجات سختوه وتو يعني. في كل شيء. تو الكوم متاع اللي بخدوي دميناج يعني كميم غالية يعني كنستعملو نقاو حاجات. دي وساع ساعه نلقاو هكا. حل ويكون. فاما زيدة بلزيغ استويدو. بزيلو مريم فينا كننقضو فينا سنقضو نرفام تلاشرية وماذي الكل مهم جدا. جدا نو بتبع كل مرة نحاولو نترقو هكا لبعض النباتات وبعض الغلال اللي عنده فايدة على صحتنا وفي استعملنا اليوم. شكرا شكرا لك مريم.